اشتركوا في القناة لا طبعا انت ممكن تتمرن بالنهار بس افضل وقت لو هنتمرن بالنهار هنتمرن قبل الفطار على طول قبل الفطار بساعة تقريبا ليه بقى لو انت تمرن تبادري هتعني من الجفاف انت متشربش و هتعتش و هيبقى مشكلة كبيرة معك فاحنا لو تمرننا قبل الفطار هنحلم المشكلة دي لانك هتتمرن وتفطر تاني حاجة ناس كتير بتقول لي يا كوتش قبل الفطار مش هيبقى فيها طاقة و هيبقى تعبان و هيبقى كتير لا طبعا الكلام ده مش صحي خالص انت في رمضان هيبقى فيك طاقة و هيبقى فيك كوة كبيرة خالص عادي خالص عشان بسبب انك في فترة الصيام انت لو هتصوم اتصوم 20 ساعة هرمون النمو عندك الجروس هرمون هيزيد عندك بنسبة 20 20 ضعف طبعا احنا بنصوم يعني فرنجي 15 ساعة فانت هرمون النمو عندك هيزيد يعني 12 ضعف 12 ضعف رحية كبيرة جدا فانت في الصيام كده كده تبقى قوي يعني هيبقى فيك كوة عادي خالص انت تتمرم في الصيام مش تبقى ضعيف و فرفور زي الناس كتير ما بتقول بس ده برضو يعني لازم تكون تغذيتك حلوة و يعني مهتم مهتم في فترة في وقت الفطار مهتم بتغذيتك لازم تكون بتتغذيتك حلوة تاني حاجة برضو لازم تكون بتنام حلوة عشان تعرف تتمرم بالنهار اما بالليل بقى لها هنتمرم بالليل طبعا هنراح نفطر ودينا جميلة خالص ممكن نشرب القهة بتاعتنا نشرب ماء براحتنا هيبقى الموضوع بالليل كويس جدا وهيبقى احسن بس طبعا زي ما انتو عارفين ان في تروايح دلوقتي فالوقتي بيبقى صغير شوية بس نقدر يعني نقدر نتمرم بعد الفطار وهيبقى الموضوع اسهل بكتير من قبل الفطار انا نفس الفترة دي ان شاء الله بكر هنزل لكم التفاصيل اكتر هبدأ تجهز البطولة في الكويت بلاتينيوم الكويت ان شاء الله باتمرم مرة كارديو قبل النوم وهتمرم مرة جيم بعد الفطار على طول ان شاء الله استنوا الفيديو اللي جاي زي ما كلمتكم قبل كده وقلت لكم ان انا في البطولة هبدأ نزل لكم النتائج اول باول وهنزل لكم مستوية وصل ل ايه دلوقتي لانكم زي ما انتم عارفين الفترة الاخيرة انا بقالي فترة ما شاركش فيه بطولة عشان الاصابة كان عندي اصابة في رجلي وطويلت شوية ان شاء الله الفترة الجاية بقى هبدأ التجهيز هنزل لكم فيديو فقا عرب وقت اقاريكم مستوية وصلت ل ايه وانتبع مع بعض كده يوم بيوم انا باكل ايه واشرب ايه عشان الناس برضو ايه ناس كتير بتسألنا على حاجات دي باخد مكملات ايه اه بتمرن ازاي نظام التبرين بتاعي كل حاجات هنتكلم فيها اللايبات الجاية استنوني ان شاء الله وريب يلا دعواتكم ان شاء الله البطولة هتبقى خمسة عشرة في الكويت اشوفكم على خير وريب يلا اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة